أولاً الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين حكومة المملكة ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا ثانياً الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية جمهورية كينيا ثالثاً الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة الرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإرلندا الشمالية رابعاً التباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تعاوناً في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة التجارة والسياحة في جمهورية جيبوتي خامساً الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة سلطنة عمان في مجال الأمن الغذائي والمائي سادساً انضمام المملكة إلى الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه سابعاً الموافقة على اتفاقين في مجالي توظيف العمالة المنزلية والعمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة العمل في مملكة تايلاند ثامناً التباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع الترتيبات الفنية في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة ووزارة النقل في جمهورية فرنسا تاسعاً الموافقة على الترتيبات التنظيمية لأكاديمية مهد الرياضية عاشراً إنشاء هيئة باسم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار حادي عشر إنشاء هيئة عامة باسم الهيئة العامة للطرق ثاني عشر الموافقة على تعينات على وظيفة السفير وترقيتين للمرتبة الخامسة عشرة وذلك على النحو التالي ترقية عبد الرحمن بن فهد بن عبد العزيز الربدي إلى وظيفة مستشار أمني بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية تعيين اللاتية أسماؤهم على وظيفة سفير بوزارة الخارجية أحمد بن علي بن أحمد كتوع عبد الله بن حمد بن فراج السبيعي سعود بن فهد بن محمد بن سويلم ترقية محمد بن أحمد بن علي الغامد إلى وظيفة مستشار تقنية هندسة تقنية تقنية معلومات أول بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية ترقية تركي بن عبد العزيز بن محمد الناصر إلى وظيفة مدير مكتب بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدوى لأعماله من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الإسكان سابقا ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق سابقا وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوع